ونواجه الآن هذا البلد هذا الوطن بنواجه بمؤامرة نعرف تماما من يحرك أطرافها الأساسية وندرك تماما أن الهدف هو الدولة الوطنية المصرية ونعرف تماما أن لدينا قائد وطني له موقفه وله تيكتيكاته عمره ما بفرط في أمن ولا استقرار البلد عمره ما بفرط في الأمن القومي أبدا بالعكس أنا النهاردة كان بيكلمني واحد من أبناء الصعيد من سهاج بقول لي يا أستاذ مصطفى بقول لي الرئيس عبدالفتاح السيسي كل مصر وراك تقول له الله أنت صعيد والصعيدة دول أصلة وكورونا ووطنيين وشرفاء ودايما تلاقيهم في المقدمة زيهم زي كل أهلنا في مصر العظيمة ولكن أنا عايز أقول لك أن كل مواطن مصر شريف واقف النهاردة ورا جيشه واقف النهاردة ورا قائده بنواجه تحديات نحن أدها بنواجه مؤامرات نحن نتحضها بالعقل وبالفكر وبالحكمة وبالرؤية قبل أحداث ثورة 30 يونيو كان كثيرين بيتشككوا في موقف القائد العام يا ترى حيبق معنا ولا حيبق مش معنا يا ترى حيسيبنا للإخوان ولا حينطفض وينحاز إلى أبناء الشعب المصري وأنا عايز أقول لكم أن يوم واحد يوليو واثنين يوليو محمد مرسي عرض على القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت الفريق أول عفتاح سيسي أن يبقى رئيس وزراء ولكنه رفض وصمم على ضرورة تبني مطالب الشعب المصري وأولها إجراء استفتاء على انتخابات رئاسية جديدة وثانيها تغيير الحكومة الحالية وثالثة تغيير النائب العام المعين ورابحها إجراء تعديلات السورية ده القائد العام ده عبد الفتاح السيسي لمن لا يعرفه وأنا لما بقول كلام أنا بقول كلام لأن أنا كنت شاهد عليهم تبعه كصحفي وكإعلامي وبرصد وبسمع للمصادر كلها ماذا كان يحدث وماذا لو قال عفتاح السيسي أن حابل منصب رئيس الوزراء كان مصر النهاردة دخلت في نفق مظلم كان مصر النهاردة ما طلعتش من هذا النفق وكانت دخلت حرب أهلية الناس لازم تعرف ده الناس لازم تعرف أن الجيش ده هو اللي حمى الوطن في فترة تاريخية صعبة لازم تعرف أن الزباط السورية دول هم اللي حموا المظاهرات هم اللي رفضوا يقفوا مع الإخوان وهم اللي حدوا من تطاول الإخوان أو خروجهم من أماكنهم عشان يهجموا الشعب المصري ويهجموا المظاهرات لازم نعرف الحقيقة دي لازم نعرف أنه بدون أمن واستقرار وبدون أمن قومي البلد دي حضيعا والبلد دي لو حصل لها حاجة الناس حتاكل بعض لازم نعرف ده كويس قوي عشان وإحنا بنتكلم على مشكلة وإحنا بنتكلم على قضية نعرف أن فيه هناك جيش وشرطة وقائد وطني قاعد بيرسم الخطط نعمل إيه نخش في حرب مباشرة ولا يبقى أننا تكتيكنا لنحافظ به على قرارنا واستقلالية قرارنا أمننا القومي وحدودنا الإقليمية في كل الاتجاهات الاستراتيجية أي حاكم بيحكم مصر النهاردة بيواجه خطر من كل الاتجاهات أي حاكم بيحكم مصر النهاردة شايل هم 110 مليون في لقم تعيشهم في أكلهم في شربهم في الكهرباء بتاعتهم أنا مبارح ضربت لكم مثل على السرقات الكهربائية وقلت لكم أني مباحث الكهرباء في سنة واحدة عملت محاضر بـ 2 مليار جنيه لناس مخلفة عندنا أزمات وعندنا مشاكل وعندنا أوضاع صعبة لكن عندنا بلد عندنا أمن عندنا استقرار عندنا إحساس بالهم أوع تفتكر نفسك أنك أنت قادر على أنك تلخبط المعادلة لا 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 أوعى الناس تفتكر وتغمض عنها عن اللي حصل واللي ممكن يحصل لا 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 أوعى تزعل من البلد دي ولا تزعل من قرار ولا تزعل من حد بينك ولا تزعل من حد تأمر عليك ولا تزعل من أي حاجة البلد دي بلدنا والشعب ده مسؤولية كل واحد فينا ووعينا لازم يتقدم ونواجه وجهوا حروب الجيل الرابع دفعوا عن القائد بتاعكم دفعوا عن جيشكم في مواجهة الخوانة اللي بيشككوا في كل حاجة لازم نبقى وعندنا وعي وإحساس باللحظة وضرورتها وأنا ضربتلكم بالمعلومات ماذا يحدث في تل أبيب ضد مصر وماذا يحدث في أسيوبيا ضد مصر وماذا يحدث من العصابات الإرهابية في منطقة الغرب الليبي لازم نبقى وعيين باللحظة ومقاطر اللحظة ولازم نعرف إن كلنا سند وزي ما قاله أستاذ كمال أحمد وزي ما قال دكتور جمال شقرة لازم يبقى فيه اصطفاف وطني في اللحظة دي لازم ندافع عن بلدنا دافع بكلمة بإنك تدخل على الفيس وترفض الشائعات والأكاذيب بإنك تقول كلمة حق في رجل وقف مع الشعب وما زال هيقف مع الشعب دعت من الأفاقين والكذبين خلي عندنا ثوابت ومبادئ حربونا زي ما هم عايزين يعملوا اللي عايزين يعملوه بس احنا عندنا إيمان وقوة نواجه الجميع ونضحض الشائعات وندوز بأقدامنا على كل من يحاولون النيل من هذا الوطن ومن قيادته ومن مؤسساته اختلف مع النظام ما حدش قالك حاجة قول والله رأيي كذا وكذا ما حدش قالك حاجة بس هو عتختلف على البلد هو عتختلف على الوطن هو عتختلف على مؤسسات الدولة هو عتختلف على كل من يقدم جهد من أجل أن ننضي إلى الأمام لازم نتأمل اللحظة تأمل التحدي شوف تجارب الآخرين وشوف كيف تخلوا عن أمنهم القومي وشوف كيف حدث المؤامرة احنا شعب عظيم لديه مؤسسات شعب من سبع تلاف سنة ما حدش يقدر استعبدنا ولا حد يقدر يملي إملئاته علينا احنا شعب عظيم وجيش عظيم وشرطة عظيمة وقادرين على دحر كل المؤامرات والتاريخ هو خير شاهد على ذلك